موسيقى رفضت الخارجية الإسبانية تسليم انفصاليين موالين لعصابة البوليثاريو تأشيرات لدخول أراضيها في الوقت نفسه الذي سلمت فيه العديد من التأشيرات للصحراويين داعمين لمغربية الصحراء والذين سيشاركون في مؤتمر لدعم الوحدة الترابية للمملكة شار شسنبر الجاري في إقليم الكناري في الثياق التأكيد على الموقف الإسباني المعلن عنها في شهر مارس من هذا العام والذي يدعم مقترح الريباط بإقامة حكم داتية تحت الثيادة بالمنطقة وقالت وثي الإعلام تابعة للعصابة ان القنصلية الإسبانية سلمت أكثر من 300 تأشير لمن وصفتهم بالمستوطنين المغاربين والصحراويين المستردين في إشارة إلى المواطنين المغاربة الصحراويين المقيمين في أقالم الصحراء المغاربة الداعمين للوحدة الترابية للمملكة وذلك من أجل المشاركة في القمة الدولية الداعمة لمغربية الصحراء في لاس بالمس بجزر الكناري والتي ستروج لمقترح الحكم الداتية تحت الثيادة المغربية المدعومة من حكومة مدريد وعبرت تلك المثادر عن غضب قيادات عصبة تندوف من الطريقة التي يجري بها التعامل في المقابل مع طلبات التأشير الثادر على المنتمين لها والتي تواجه بالرفض بمن فيها تلك التي يدعم أصحابها بأنه مر وفي حالة للعلاج رابطة الأمر بدعم وزير الخارجية الإسبانية الحالية خصي منويل ألباريز للمغرب في قرية الصحراء وكدى توجه الحزب العمالي للشراكي الحاكم الذي قالت إنه يدعم مؤتمر الكناري وأورد إعلام البوليساريو أن ألاف من الصحراويين تقدموا للحصول على التأشيرة الإسبانية لأسباب طبية عبر صفارة مدريد بالجزائر العاصمة في إشارة إلى الموالين للعصابة المستقرين على الأراضي الجزائرية لكن طلباتهم وجهت بالرفض وهو الأمر الذي ينسحب أيضا مع محاولة الحصول على التأشيرة المستندة إلى رسالة دعوة صادرة عن الجمعية الإسبانية الداعمة للطرح الإنفصالية في الوقت الذي يتصدر فيه المغاربة أعداد الحاصلين على الفيزا الإسبانية الثانويا وكانت عصابة البوليساريو قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسبانيا في حين قررت الجزائر سحب سفيرها من مدريد وكذلك على خلفية إعلان رئيس الوزراء بيرو سانشيز دعم بلاده لمقترح الحكم الداتية في الصحراء تحت الثيادة المغربية باعتباره المقترحة الأكثر واقعية وجدية ومثداقية ويحاول الإنفصاليون الوصول إلى إسبانيا بطرق مختلفة ومنها إدعاء المرض أو الحديث عن دوافع إنسانية الأمر الذي لم تعد ثفاراتها تتثهل معه وفي خبر آخر وفي دل الزخم الذي تعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ قرار الحكومة الإسبانية دعم خطة الحكم الداتية تحت الثيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء اتفق البلدان على التثريع في خطوات التعاون للتنقيب عن النفط في الثواحل المقابلة للأقاليم الجنوبية ومن المقرر أن يستغل المغرب الأرخبيل البحري بين الأقاليم الجنوبية للمملكة وجزر الكنار الإسبانية وذلك في ظل اتفاق البلدين على البدء في ترسيم الحدود البحرية قبالة الثواحل المنطقة وكشف أن خير رئيس حكومة جزر الكنار فيكتور طريث أن المغرب قد بدأ فعلا التنقيب عن النفط في المياه الخاضعة للسيادة والتي لا تؤثر على أرخبيل الكنار وكان وزير الخارجية الإسبانية خصي منويل الباريذ قد أكد في وقت سابق أن مجموعة العمل المعنية بالحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب تعتزم التوصل إلى اتفاقيات في الخلافات حول السيادة على المياه التي تحيط بأرخبيل الكنار وستعمل على تحديد هذا الفضاء مرة أخرى وإلى الأبد وسيكون فضاء مشاركة وينص الإعلان الرسمي للاتفاق الجديد بين إسبانيا والمغرب على أن تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحر الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموث ويأتي هذا التعاون بين الرباط ومدريد في مجال التنقيب عن النفط قبالة السواحل الجنوبية للمملكة في السياق الانتعاش الذي تعرف العلاقات التنائية بين البلدين وذلك بعد التحول الذي عرفه الموقف الإسباني من نزاع السحراء